أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين صدق الله العلي العظيم نحن في رحاب سورة يونس كما تعلمون وقلنا أن هذه الآيات التي تلونا بعضها في الليالي السابقة ونكل هذه الليلة حول قصة نوح عليه السلام وبقية الأنبياء والآن موسى صلوات الله عليه هذه تذكرة للمشركين الظالمين المجرمين الذين بقوا صدا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله في هذه الآيات المباركة من سورة يونس هذه السورة مكية كما تعلمون يبين أن أقواما قبلكم أتوا وعاشوا وعاثوا فسادا وعاندوا وجحدوا آيات الله ووقفوا أمام أنبيائهم ورسلهم فكان مصيرهم الهلاك فاتعظوا أيها المشركون طيب شنو ربط بينا؟ أنا دائما وأعوذ بالله من كلمة أنا أطبق الآية على الحاضر أيضا وإلا فقراءتنا للقرآن وقصص الأنبياء يصير نوع من التسلية أنه نقرأ قصة موسى ونرتاح من سماع القصة هذا ليس المقصود من تلاوة القرآن المقصود من تلاوة القرآن تطبيق الآيات على عصرنا الحاضر في عصرنا الحاضر يضير نفس الشيء أكو هناك كافرون أكو هناك ظالمون أكو هناك ملحدون أكو هناك معاندون هؤلاء يقفون أمام رسالات الأنبياء حتى عند المسيحيين عند اليهود عند المسلمين عند الشيعة عند السنة لا يوجد فرق لأن الله جعلنا مختارين للامتحان والافتتان هذه الآيات أيضا توقظنا إذا أردنا اليقظة إذا أردنا الاستيقاظ توقظنا أن هناك أمما سادت وعمرت وبنت وبنت المدن هؤلاء أين هم أين الفراعنة أين أصحاب النمرود أين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد نفس الموعظة التي كان مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات أيام النبي صلى الله عليه وآله الآن أيضا موعظة لنا طيب نقرأ القصة القصة شنو كانت موسى أتى بآيات إلى فرعون آيات أول آية طرحها العصى العصى أساسا ليست من الدنيا أتصور في السنوات السابقة شرحت لكم هذه العصى جاي مع آدم عليه السلام من الجنة وبقيت تتلاحق عند الأنبياء إلى أن وصلت إلى شعيب شعيب والد زوجة موسى موسى عندما هاجر مصر فرارا من فرعون ذهب وتزوج ببنت من بنات شعيب وبقي عنده عشر سنوات أكثر أقل بعدين استمار أجب قصة شعيب أريد أحكي عن العصى أراد أن يهاجر مع زوجته وأولاده وين تروح يا موسى أريد أروح إلى مصر بعد ما صاير مبعوث إلى النبوة بعد الإرهاصات موجودة إرهاصات يعني بداياته وعلامات النبوة موجودة فيه شعيب قال له أنت تحتاج إلى عصى في هذه السفرة سفرة بر شعيب وين ساكنت بالأردن يريد يروح إلى مصر إلى القاهرة أو إلى القارة الأفريقية لأن ذاك اليوم كل القارة الأفريقية كانت تحت قيادتي وزعامتي فرعون أحد الفراعنة وخذ لك في العصاية قال إيه حتى تحتاج هناك تريد مثلا تدافع عن نفسك وغنموا أهش بها على غنمي وليا فيها مآرب أخرى سبعدين يجي هاي الآية فراح إلى غرفة كلها عصية عند غرفة شعيب بها في تشم عصاية قال اختر واحدة من هذن فأتى إلى هذه الغرفة ومد يده أن يأخذ عصى فأتت العصى إليه العصى هي تحركت وإجت فأخذها موسى شعيب قال لا هذه عصى خاصة من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى أن وصل إليه ما يدري أنه هذا رح يصير نبي أو الله ما كان يعلمه ما أدري خليها مكانها مرتين ثلاث مرات المرة الثالثة هم إجت العصى بيده شعيب قال ها إن لك شأنا عند الله حتما أكو شي أخذ هاي العصاية هاي العصاية من الجنة أساسا مخلوقات الجنة لا تشبه مخلوقات الدنيا هو معلوم عالم آخر نحن الآن من نفهم شنو الجنة كل ما نقرأ في الآيات القرآنية والروايات والأحاديث تصوير ليش لأنه لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد خطر على أشياء مهمة يعني كل ما أنت تفكر الجنة غير بعد أعلى وأعلى وأكثر خوب هاي العصاية أيضا نفس الشيء كما أن الحجر الأسود أيضا من الجنة خوب هذا لما أجه راح العصا كانت بينه وعلامه ومعجزه بيد موسى أمام فرعون يلقيها فتصبح ثعبانا خوب الظالم شي سوي المعاند شي سوي ما عنده برهان وذاك اليوم في مصر وفي القارة الأفريقية السحر منتشر قال هذا مسحر مع أنه وإذا أشرح لكم لما ألقى العصا شنو صار هناك في البلاط وفي الروايات موجودة أن كل شيء اضطرب مع ذلك ما صدق قال هذا السحر خوب شنو سوي تآمر مع ومزرائه وحاشياتي قال نجمع السحر هذا سحر وإحنا عندنا سحر بارعين نجيبهم يصير مباراة وحتما هذا الرجال وحده وياه هارون أخو إحنا إذا جبنا في الخمسين ساحر من كبار السحر رح يقلبونه يغلبونه وقال فرعون أتوني أمر حكومي أمر من فرعون الذي كان يدعي الألوهية جيبوا لي ائتوني بشنو بكل ساحر عادي لا بكل ساحر عليم يعني راحوا في كل القارة الأفريقية كما في الروايات والأحاديث دوروا على أفضل السحر عندهم يعني أمهر السحر جابوهم جمعوهم هؤلاء كلهم عنده بلاطي فرعون البارحة بلير شنو قلنا الدليل على عدم قبول فرعون وملئه ملئه يعني حاشيته وزراء الكبارية ليش ما قبله كما قرأنا في الآيات السابقة للسببين السبب الأول الاستكبار هذه الصفة الذميمة الموجودة مع الأسف حتى في بعضنا مع الأسف الاستكبار يعني يشوف الحق ما يقبل يدري هذا حق ما يقبل لكبريائه هذا السبب الأول المعنوي الروحاني مثلا الروحي السبب الثاني تضارب المصالح يدرون أن موسى عنده مشروع حضاري ديني ثقافي تربوي يريد يقلب الطاولة حسب تعبيرنا شرحنا هذا هذا يريد يغير المجتمع فما يقبلون كما قلنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض يعني أنتم تريدون تزعمون على مصر جيبوا السحرة فلما جاء السحرة بس شلون صار اجتماع عظيم صار من كل الوجهاء من كل الوزراء من كل الحاشية من بني إسرائيل من القبط اجتمعوا في ساحة جدا واسعة جابوا السحرة وعلى أساس يصير مباراة ومسابقة رأسا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون استهنانا منه يلقي أول شي موسى ببراعته وبنبوته وبالوحي الذي ينزل عليه قال لهم أنت أول ألقوا ليش لأن إذا موسى ألقى خب ما يصير مباراة لأن موسى إذا ألقى الثعبان العصى وانقلبت إلى ثعبان الناس كلها تهج يرحون المباراة انتهي بعد ما كم مسابقة ومباراة لازم شن يصير لازم هم يلقون العصيمة لهم والحبال مالتهم حتى عصى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة